بعد انهيار الهدن الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني والتي استمرت أياما قليلة فقط يعيش القطاع أوضاع صعبة وعلى وقع المعارك الضارية بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي يسعى الأخير إلى التوغل أكثر في عمق مدينة خان يونس جنوبي القطاع الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أن قواته دخلت إلى وسط مدينة خان يونس وشنت غارات مكثفة على عدة أحياء في المدينة قال إنها رمز عسكري وإداري لحركة حماس مضيفا أنه يحاصر منزل قائد حماس في خان يونس يحياء السنوار وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين وتوغل الدبابات الإسرائيلية داخل المدينة في السياق قصف الجيش الإسرائيلي مخيمي المغازي والشابورة ومنازل مدنيين في قطاع غزة بالتزامن مع قصف زوارق حربية للساحل خان يونس ورفح بشكل مكثف مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخص وإصابة العشرات وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في مخيم المغازي كان يأوي عائلات نازحة ما أسفر عن مقتل سبعة عشر مدنيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى أضرار في المنازل المجاورة فيما قتل ستة مدنيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في مخيم الشابورة برفح جنوبي القطاع يأتي هذا فيما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على السماح بزيادة عند الحد الأدنى لوصول الوقود إلى قطاع غزة وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن كمية الوقود ستحددها الحكومة وسيجري تعديلها على أساس الوضع الإنساني المحلي